اشتركوا في القناة 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 الروحية العميقة أكتر من مجرد التمتع باللزة الجسدية أو الحسية أو حتى النفسية في حياتنا كبشر هي الخروج من التلزز بالمال والمقتنيات والمتعة الجسدية والفرح البشري العادي إلى المفاهيم الروحية لهذه الأمور كلها الفضيلة أيضا ارتفاع في فوق مستوى الشهوة الجسدية أو الشهوات الأرضية المادية البحتة طبعا احنا في حياتنا روحية هناك شهوات روحية أن يشتهى الإنسان أن يحيا مع الله يشتهى الإنسان أنه يكون صورة لأولاد الله حقيقيين أن يشتهى الإنسان شهوات مقدسة باستمرار الشهوة شيء أساسي في حياتنا لكن الارتفاع عن الجسديات والماديات والأرضيات يعتبر أيضا نوع من الفضيلة في الفضيلة أيضا الفرح بالأمور الإيجابية أكثر من مجرد الأمور الحسية الفضيلة في حياة أولاد ربنا لها مصادر ومهم جدا أننا نعرف كأسرة مسيحية تتكون من زوج وزوجة يسعون إلى إرضاء الله في حياتهم وحياة مقدسة مفرحة ويرب أولادهم في خوف ربنا أن يعرفوا كيف يكون البيت كله بينمو في الفضيلة علشان نقتني الفضائل في حياتنا لابد أن يكون عندنا نوع من الحكمة والإفراز نفرق ما بين الأمور فالحكمة التي يعطيها الروح الخدس لأولاده لأولاد الله هي مصدر من مصادر الفضيلة في حياتنا والمعرفة الصالحة أيضا تشير إلى اتجاه الإنسان نحو حياة الفضيلة في آية جميلة في كتاب مقدس في سفر الجامع يقول كده الحكيم عينه في رأسه أما الجاهل فيسلك في الظلام يعني الحكمة تعلمنا أن النمو في الفضيلة نبحث عن مصادر النور ونبحث عن مصادر الخير والتقوى والبر والصلاح ونقتنيها في حياتنا أيضا الفضيلة أن الإنسان يعرف الخير من الشر ويميز الخير من الشر السيد المسيح قال عن الذين نصلابوه لا يدرون ماذا يفعلون اغفر لهم يا بتاع لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون بمعنى أن أولاد ربنا يعرفوا كويس ماذا يفعلون وما يكونش عندهم جهل روحي أو جهل في المعرفة الفضيلة أيضا تحتاج قوة إرادة وعزيمة في حياة الإنسان يبقى عنده اجتهاد في العمل الصالح زي ما بيقول معلمنا بولوس الرسول لما بيكلم عن الطبيعة الفاسدة أو الطبيعة البشرية الضعيفة بيقول لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده أيها أفعل لكن في حياة الفضيلة الإنسان يعرف أن يقود نفسه لعمل الصلاح والعمل البر الفضيلة أيضا تحتاج أن الإنسان يعرف إيه هي المبادئ والقيم اللي بتقوم عليها حياتنا الأسرة لها مبادئ وقيم مهم جدا أن الأسرة تبع عرفاها وحفظاها وتضعها قدام عينها باستمرار فتسلك فيها الفضيلة أيضا تحتاج أن القلب يكون بيبحث عن مخافة الله رأس الحكمة مخافة الله فالأسرة المسيحية تبحى باستمرار عن كيف ترضي الله وزي ما بيقول الكتاب مقدس سيروا زمان غربتكم بخوف في رسالة بطرس الرسول الأولى يعني محتاجين نكون عندنا مخافة الله لكي نقتني الفضيلة الفضائل أيضا هي سمرة من سمار سكن الروح القدس في حياتنا لأن الروح القدس يعطي كده سمار الروح كده المحبة والفرح والسلام والوداعة والصلاح والتعفف والإيمان كلها فضائل في حياة أولاد الله محتاجين أن روح القدس يعمل فينا الفضيلة أيضا هي الحياة في النعمة نعمة من ربنا ربنا يدي الإنسان بعض الناس كده نعمة زي ما بيقول بولوس الرسول أنا ما أنا لكن نعمة الله العاملة فيها نكتهد يا حباء أننا في بعض الحلقات نتعرف على بعض الفضائل التي تميز حياة الأسرة المسيحية لكي يكون فعلا الأسرة المسيحية أيقونة أيقونة فضائل وللهنا المجد دائما أبديا أمين اشتركوا في القناة